تحية طيبة مشاهدين الكرام عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأخبار الآن فيسبوك وتويتر من الأخبار التي سنسلط الضوء عليها اليوم ضمن نشرة الظاهرة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية ما خلفه الزلزال المدمر في المكسيك الذي أدى إلى قتل أكثر من 200 شخص بحسب ما أعلنت السلطات فجر اليوم والحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود أشخاص ما يزالون عالغين تحت الأنقاض وركام البنايات كما لقي 21 طفلا على الأقل مصرعهم واعتبر نحو 20 آخرين في عداد المفقودين عند انهيار مدرسة في مكسيكو جراء هذا الزلزال تطورات الأحداث مشاهدين في المكسيك والعالم بالإضافة إلى ملفاتنا اليومية سوريا العراق واليمن وأخبار أخرى تتابعونها ضمن نشرة الظاهرة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية معي أنا روناك عادل كونوا معنا نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سوبسكرايب وإن عجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك ترجمة نانسي قنقر